السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبداللطيف سعيد في الموضوع الثاني معاني بإذن الله في موضوع جديد من مدونة كريزينت أنا أتعبط في المعدمة المرة دي إنما إن شاء الله النهاردة هشرح لكم أو النهاردة هستعرض لكم موضوع مهم جدا خاصة بالأمن والحماية طبعا إحنا بدنا مدة كبيرة أو إحنا ما نزلناش أي موضوع خاصة بالأمن والحماية إنما إن شاء الله النهاردة لازم في حاجة أنتم تعرفوها خاصة بالبرامج أو الأفلام اللي أنتم بتشوفوه عموما منها على الإنترنت طبعا في الوقت الحالي ما بقاش فيه أي شيء آمن ما فيش حاجة خلاص آمن خلاص في الوقت ده يعني انسى كده أن انت تلاقي حاجة مثلا أو كتبة الحماية أو كتبة احترام الخصوصية دي انسىها خلاص ما فيش الكلام ده يعني إحنا كل يوم بنتطور بطريقة رهيبة وبرضو الهاكرز بيستطور بطريقة رهيبة أصبح إن إحنا عايشين في وقت فعلا ما بقاش فيه أي نوع من أنواع الحرية الشخصية أو ما بقاش فيه أي نوع من أنواع الخصوصية خلاص ما بقاش فيه الكلام ده إذا كان الهاكرز يعني معنا صح ما بيخترقوش خصوصياتك يبقى من حكومة أو من طرف شخص ثالث المهم طبعا تقولونكم سمعتوا عن الفترة اللي فاتت إن كان فيه هاكرز استغل صغرة اللي هو عشان جوجل أو مايكروسوفت ما عملتش تحديث وكان شفر ملفات كتير جدا وبقى كانت بيطلب فيدية مثلا فيدية لا تقل عن مثلا 300 400 دولار وبقى مزاجه بقى يفكها لك ومن فكها لك يعني هو هو دماغه تمام طبعا في الوقت ده ناس كتير قوي دفعت طبعا لأن صابها الفيروس ده بين جميع الحق العالم وخاصة مصر يعني مصر كان تعتبر المصابين فيها مش كتير قوي بالنسبة للأوطن العربية يعني ممكن يكون الهاكر عارف يعني اللي إحنا إيه حالة اقتصادية لو ده مش هيدفعه يعني هيرمو الجهاز ويجيب واحد جديد إنما المرة دي بقى فيه حاجة جديدة طلعت بس اختراق من النوع جديد هو ولا بيطلب منك فيديا ولا بيطلب منك حاجة إنما هيخش وهيشوف صورك وهيشوف حاجات تكوين تقعد ولا في الدماغ وده بيبقى عن طريق ايه؟ ده بيبقى عن طريق برامج زي مثلا برنامج بوب كورن تايم أو زي عندك زي برنامج مثلا VLC لو التشغيل الفيديو اللي حالي بنستخدمها العادي أو عندك مثلا زي برنامج الكودي أو عندك زي برامج تانية اللي هي زي برامج التشغيل وانا ما انكرش لما شرحت قبل كده برنامج بوب كورن وشرحت مميزات جميلة جدا لبرنامج برنامج VLC إنما طبعا الخطأ مش خطأهم دي صغرة بيستغلها العقر في ملف الترجمات اللي هو الملف الامتداد SRT وطبعا هما بيحطوا أكواد أو شيء خاص بملف الترجمة بتاعتهم أو يكون ملفه ملغم بمعنى أوضح مش ترجمة فقط إنما بيكون ملفه ملغم طبعا الملف الملغم ده على مسافة ما انت بتربطه عندك بالبرنامج اللي انت بتشغيل عليه الفيلم ومن أول دقيقة أو من أول ثانية البرنامج بيبدأ أو الشاشة بتبدأ تعمل ومن ثانية البرنامج لجهاز المختار أو جهاز الهوكرز عنده هذا أساس أنه يقدر تشوف جهازك بشكل جامل ويقدر تحكم فيه كما هو عايز هو بقى عايز يشوف صورك عايز يخذ صورك عايز مثلا يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا كما انت سيت اسمها بس هتلاقوا اسمها دلوقتي في الفيديو لها الشركة اللي اكتشفت المعلومة دي طبعا قال له هو بيبقى بشكل مؤقت مسافة ما انت تقبل الفيلم طبعا بيقى على اتصال أوتوماتيك طيب الفيديو اللي هتشوفه ده دلوقتي هو بيوضح فعلا الحقيقة أو بمعنى صاحب يوضح اللي هو فعلا ازاي بيتم عمل اختراق للاجهزة عنده طبعا زي ما حضرتكم شايفين امش اقدر اكبرك من كده عشان حقوق الملكية انما زي ما حضرتكم شايفين اه دلوقتي هو بيشغل الفيلم معدي جدا تمام ساعة اما يجي شغل الفيلم ومسافة اما يجي شغل الفيلم يروح جاي على الترجمة ومن الترجمة يروح جاي مختار مثلا اللي هو الانجليش او اللغة اللي هو عايزها اسكنة عربي فرانسة كده عنده اللي هو النظام بلانيت او النظام الفيلم المصدر اللي هو اسمه اللي هو الاتاكر اه دلوقتي معنى صحي تم اختراق الكمبيوتر بتاعك بنجاح وعن طريق ملف ترجمة من اختيار فقط الملفات او عن طريق اختيار فقط ملف ترجمة طيب ده بيكون طريق ايه؟ ده بيكون طريقه طبعا ان انت بتحمل ملف ترجمة من مواقع مشهورة تمام؟ يعني عندك الهاجرس بيستخدموا ادوات انهم يقدر يخلوا ترجمة بتاعتهم رقم واحد خراتزمات او حاجات تستخدمها كده على اساس انه يقدر يحطوا تقييم كويس وتعليقات كويسة وايجابيات كويسة على التعليق في اي موقع ايا كان اللي انت بتحمل منه الترجمة وتلاقي الترجمة رقم واحد ملايين الاشخاص بيحملوها يوميا على اساس يشوفوا الفيلم بملايين اللغات بملايين حول العالم فطبعا بيتلاقي عندك ان اجهزة كتير في العالم بيتم اختراقها من غير ما الشخص يشعر او من غير ما اي برنامج معنى الصح اللي هو برامج مكافحة الفيروسات كافاست او افيرا او غيره يعرف ان فعلا الجهاز لا تم اختراقه ولا وزا ما قدرتكم بالصورة طبعا ده كان في برنامج بستجنان برنامج بوكورن تايم عندك كمان برنامج كودي وزا ما حضرتكم شايفين برضو هيتم اختراقه بنفس الطريقة تمام؟ هو مثل الاول في النهاية مفيش حاجه امنا في الوقت الحالي فطب ايه بديل بقى؟ جمع انا وردتك في الفيديو ان برنامج ببوكورن تايم وعندك طبعا برنامج كودي كما انت هتشوف و هيتم اختراقه البديل ايه؟ البديل ان انت تحلين لا تشوف الفيلم ده فعلا من غير ما انت تهمل ترجمة يعني ممكن تستخدم ببوكورن تايم ممكن تستخدم او غيره من البرامج التانية لكن من غير ما تستخدم ترجمة او ان انت بقى ترجع للنظام القديم ان انت مثلا تحمل الافلام من المواقع العربية الشهيرة زي ماي ايج يا رب مش عارف ايه اسموتي ده كله هتحمل الافلام من هناك وكده الافلام بتكون مدبلجة او الافلام بتكون اللي هي الترجمة مدمجة في الفيلم نفسه فانت مش محتاج تحمل الترجمة لوحدها يعني طيب الحل التالت الحل التالت والمضمون والقانوني والان افضله عموما ان انت عندك حل الان اتروح تشتري الفيلم مثلا اه من اي خدمة او من اي موقع او حاجة اللي هي الموقع اللي بتقدم الافلام مع الترجمة او ممكن ان تعمل اشتراك شهر مثلا بعشرة دولار تمام على منك فليكس وتشوف الافلام بطريقة قانونية ومجانية وافلام كتير جدا بدل ما تتعرض نفسك للخطر عندك طرق كتير جدا انت تشوف فيها الافلام بس انا حبيت تعرض لكم الطريقة او حبيت تعرض لكم اللي بيحصل فعلا ساعة اما يتم اختراق حسابك او ساعة اما يتم اختراقك عن طريق البرامج دي طيب اه اه اذا ما لقدركم المشكلة والحل ده كان موضوعنا النهاردة ربكم موضوع عجبكم وانتظرون بازن الله في موضوع جديد مع ملطيف سعيد من مدونة كريزنت يا ريت لو اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو يا ريت لايك لايك بجانا ما تنساش الاشتراك اشترك اشترك يا ريت عشان نوصل او نجبر بسرعة لان احنا بدنا كتير قوي ولسا زي ما احنا عايزين دعمكم عايزين لايك عايزين اشترك واشتركوا في القناة ودعوهم الناس اللي فعلا تستحق الدعم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة